دايماً خليكي فكرة كلمة دي انتي مالكة طبعاً هنحسن علاقتنا باللي حوالينا هنحسن علاقتنا لو أنا مثلاً متزوجة هحسن علاقتي بجوزي بولادي هحسن معاملتي معهم لو أنا مثلاً بنوتة لسنا ما تجوزتش هحسن معاملتي مع أهلي هخليها أحسن هشوف لو أنا بتعمل بطريقة مش كويسة أنا مفروض إن أنا أهدى شوية لو أنا بتعمل بطريقة مثلاً يعني إيه إن أنا مثلاً متمردة على عشتي مثلاً بمعنى أصح لأ أنا أهدى شوية وفكر وأقولي إن أنا مثلاً لأ طبيعي دوت ما ينفعش إن أنا أستمر عليه لأ أنا لازم إن أنا أبقى أهدى من كده ولازم أبقى أسلوبي أرقى من كده لازم أحس من جواي إن أنا اتغيرت عشان اللي حوالي كمان يحس إن أنا اتغيرت وطبعاً كل ده في الآخر هينعكس عليك أنت يعني في ميل الآخر هتبقى أنت اللي كاسبينها مش حد تاني فدايماً حاولي إن أنت تصلحي علاقاتك مع الناس اللي حواليك كل دوت بيضيف لجميلك لأي المواضيع لو أنت تفرجتي على الحلقة طبعاً النهاردة هتحس إن المواضيع مختلفة بس إنت لو جمعتها في الآخر هتلاقيها في الآخر كلها بتصب في مصلحتك إنتي فيريد تفكري إن أهم حاجة إن أنت تصلحي من علاقاتك وتصلحي من نفسك وترجعي يعني لو إيه تعيدي أوراقك من أول وجديد اشتركوا في القناة